تحذير هام هيكون صعب جدا اني اعمل مراجع لات شابتر تو من غير محرق في بعض تفاصيلات شابتر وان سواء عن قصد او عن دون قصد فلو حد ما شافش الفيلم الاول افضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها تاني لما يشوفو بس مش نقوم ناخد بعضنا ونمشي على طول يعني ندوس لايك نعمل شار يعني تعبنا طيب شوية استهلقنا كهراء شوية انترنت طيب من الانترنت اللي انتو عارفينها دي يعني شوية مراعاة كده يعني بعد مرور 27 سنة على أحداث ايد شابتر ون الوحش يستيقظ مرة أخرى المهرك بني وايز بيصحى مرة أخرى وبيطلقت عن طريق مايك العنصر الوحيد من فريق اللوزرز اللي لسه عايش في داري وده كان لهدف واحد بس وهو دراسة وتعلم كيفية القضاء على بني وايز وتحذير الآخرين بمجرد ما يظهر مرة أخرى مايك بالفعل بيتواصل مع باقي فريق أبطالنا وبالفعل بيرجعوا لداري وفاءا للتعهد اللي هم أطعوه على نفسهم بس المرة دي بني وايز أقوى ومتحضر بشكل أفضل للتحدي بتاع اللوزرز فيا ترى إيه اللي حيحصل في مراجعتي الفيلم ايد شابتر ون قلت بكل وضوح أني أعجبت جدا بالأجواء اللي ضارت فيها الأحداث سواء على مستوى الزمان أو المكان ووضحت كمان أني أعجبت جدا بالشخصيات والحبكة والرسالة بتاعت الفيلم ومع ذلك سجلت تحفظي على تتابع الأحداث وعلى تصنيف الفيلم داخل عالم الرعب أما بالنسبة لإيد شابتر 2 فللأسف أنا مضطر لتصنيف كل حاجة داخل صندوق التحفظات يمكن مع استثناء بسيط للرعب والتوظيف الغير متوقع للكوميديا إيد شابتر 2 يمكن وصفه بأنه بدأ بشكل فوضوي أكتر من اللازم قبل أن ينتقل لشكل منظم أكتر من اللازم وبعدين يرجع تاني لأكبر فوضى كان ممكن أتصورها بنبدأ بحدث وشخصيات ما بيرجعوش تاني خالص لغاية نهاية الفيلم وبعدين بنقضي وقت طويل في صراع على قرار إحنا والشخصيات عارفين نتيجته في النهاية وبعدين أخيرا بيبدأ الرعب آه على فكرة الرعب اللي بجد ما بيبتديش إلا في النص التاني من الفيلم ده الوقت اللي الفيلم احتاجه عشان يقول لنا اللي احنا أصلا عارفينه مش من التريلر بس ولكن من اللحظة اللي سمعنا فيها إن فيه جزء تاني اللي حصل بعد كده كان عنده فرص كبيرة إنه يبقى مفاجئ وصادم ولكن تاني الفيلم بياخد قرار خاطئ بإنه يقدمه بأكتر شكل منظم ممكن نفس السيناريو عمال يتكرر تقريبا بنفس تفاصيله لعدد كبير من المرات لدرجة إنه بقى متوقع جدا ولكن للمفاجأة ده أفضل تسلسل في الفيلم كله ومشي معانا الطريق كله لحد النهاية اللي بتثبت إن كل حاجة حصلت قبلها ما كانش ليها لازمة وبنبتدي نرسي قواعد عمرنا ما سمعناها قبل كده عشان نوصل لنتيجة لسخرية القدر مضادة تماما للرسالة بتاعت الجزئين كل اللي شافوا الفيلم المفروض يعرفوا أنا بتكلم عن إيه بالزبط وعشان الدنيا تبقى أوضح لو حضراتكم شفتوا الفيلم انتظروا مناقشة الحرق اللي حتتنشر على بوديو خلال يوم أو اتنين بالكتير أحداث ات شابتر 2 بتدور في 2016 وزي ما احنا عارفين بترجعنا تاني لداري ولكن المرة دي المكان ملوش شخصية ولا حتى الزمن اللي بتدور فيه الأحداث احنا في 2016 ولكن مفيش أي مساهمة حقيقية للتكنولوجيا في الرواية الأصلية أحداث شابتر 2 بتبدأ في 1984 وغياب التكنولوجيا في سنة زي دي طبعا شيء منطقي ومبرر ولكن قرار في المنا بإنه يبدأ أحداثه سنة 1989 ثبت إنه كان مفيد جدا للجزء الأول وملوش أي لازمة في الجزء الثاني رسالتنا كانت مركزة عن ناس اللي بيغضوا بصرهم عن انتهاكات الأطفال والمرة دي الرسالة مركزة أكتر على الناس المختلفة وضرورة إنهم ما يتخلوش عن هويتهم ولكن مفيش انعكسات كافية على الناس التانية لأن أصلا تقريبا مفيش ناس تانية لا بجد قصتنا مركزة بالكامل على أبطالنا بالإضافة لبعض الوجوه اللي بسرعة بتظهر وبسرعة بتنتهي وشوية من الوجوه دول ما انتهوش أصلا هم بس اختفوا وما سمعناش عنهم بعد كده طب ماشي يا عم ايه بقى حدوتة أبطالنا؟ الحقيقة ولا حاجة هم لا متعقدين ولا متأثرين أصلا عايشين كويسين وكلهم نجحين مع بعض المشاكل يعني ونسيوا حكاية ات دا تماما ودلوقتي بعد ما فكرناهم بقى ايه اللي حيحصل؟ ولا حاجة برضو مجرد مهمة جديدة وغريبة جدا سواء في طبيعتها أو في تنفيذها أو في نتيجتها الرعب في المرحلة دي بيبتدي كويس جدا حقيقي مش مريح وحقيقي فعال يمكن الاستخدام الكثيف قوي للمؤثرات بياخد شوية من شعور الرعب بس أنا لسه مقدر تماما للضربة الأولانية ولكن زي ما قلت الموضوع بعد كده بيبقى مكرر جدا وفعليته بتقل خصوصا مع التركيز الواضح على الكوميديا في كل فرصة ممكنة وفي كل فرصة غير ممكنة الكوميديا في الفيلم رائعة وأنا حقيقة حكت من قلبي بس وانا بدحك بقيت عمال اسأل نفسي هو انا المفروض فعلا أدحك بالشكل دا في فيلم زي دا شيء مشتت وغريب بس كمان مرة مقصود وناجح داخل غرضه الكوميديا والتناسق الواضح مع فترة الطفولة هي اللي بتخلي أداء بيل هيدر يتفوق فوق الجميع حقيقي هو الوحيد اللي أداءه بيكافئ التميز الكبير اللي قدمه فين وولف هارت في تكسيده للشخصية في مرحلة الطفولة وده كان واحد من الأداءات اللي أعجبت بيها جدا في الجزء الأول أما في كل الشخصيات التانية فالأطفال يكسبوا طبعا جيمز مكافوي وجيسا كاتشاستين وكل الناس دول لا 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 العيال كانوا حاجة تانية ودي مش مشكلة عندهم خالص على فكرة هي بس قصص الأطفال كانت متمسكة أكتر ومقنعة أكتر وزي ما تقولوا كده الفيلم كان حاسس بدا لدرجة أن العيال بدأوا يوحشوه وكمان وابتدوا يدونا فلاش باكس بكميات كبيرة جدا وكمان مرة بطريقة فوضوية جدا مما يضيف المونتاج لكومة الإحباطات اللي عندي زي ما يكون الموضوع كان ناقص يعني مع بشائر موسم الخريف يأتي ات شابتر تو عشان يفكرنا الصيف كان عامل ازاي كان مليان وعود بأفلام جميلة فكرتنا بالبوسطات الحلوة بتاعت احنا السنة دي بقى مش هنخرج من السينما وكل حاجة تقريبا خيشت ويمكن الفيلم ده بالتحديد من أكتر الأفلام اللي ملهاش عين تتكلم انت عندك رواية أصلية والكاست بتاعك المفروض انه كبر وبقى أفضل وكان عندك كل الوقت اللي في الدنيا عشان تتعلم وتتحسن ولكن للأسف أفضل حاجة ممكن أقولها على الفيلم هي انه خضني مرة أو اثنين ودحكني كتير قوي تقييمي لفيلم ايد شابتر تو هو أربعة ونص من عشرة وبعد ما كنت متحمس جدا للجزء ده دلوقتي أنا في منتهى السعادة انهم ما عندهمش لا فرصة ولا سبب ولا عذر انهم يفكروا يتكلموا في جزء تالب منقشة الحلقة هل تعتقدوا ان الكوميديا عنصر مشتت في أفلام الرعب ولا تقدروا تفكروا في أفلام رعب حلوة كان فيها ضحك كتير ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبودي وباز وبي باي